يلا بينا عايزة تكلم النهاردة عن درس مهم جدا واتكلمنا عليه قبل كده بس النهاردة عايزة تكلم عنه بتفصيل شوية المطابقة بين الفعل والفاعل تذكيرا وتأنيسا سواء كان في الفعل المضارع او الفعل الماضي اول حاجة عايزة تكلم عليها عايزة تكلم على تاق التأنيس من يقول لي ايه هي تاق التأنيس وبتدخل امتى بتدخل امتى على الفعل الماضي او الفعل المضارع التأنيع بتجيز كسر الفعل في الفعل في المؤمنة المؤمنة الله ينور عليك تاق التأنيس عبارة عن علامة للأسماء المؤنسة بتقول لنا ان فاعل الفعل الفاعل للفعل او اللي قام بالفعل لازم يكون اسم مؤنس اول حاجة هتكلم عليها تاق التأنيس بالنسبة للفعل الماضي بالنسبة للفعل الماضي اولا احنا عارفين ان الفعل الماضي هو حدث في زمن الماضي اي حدث وانتهى زي شربة واكلة طيب انا عندي امتى بتدخل على الفعل الماضي تاق التأنيس تاق التأنيس تدخل على الفعل الماضي لو كان الفاعل بتاعي مؤنس ما ينفعش يبقى مذكر يعني ينفع ان انا اقول شرحة المعلمة الدرس ما ينفعش اقول شرحة المعلمة الدرس لان اللي قام بالفعل هنا مين المعلم او المعلمة فالمعلم مذكر فما ينفعش اقول هنا شرحة اما المعلمة مؤنس اما لما يكون الفاعل مؤنس تبقى حط هنا تاق التأنيس شرحة زي ما قول عندي تاني رقبة الفتاة الحافلة لو سألنا الفاعل مين اللي رقبت او الفعل مين اللي رقبت هيرد علي بالفتاة رد علي باسم مؤنس وليس اسم مذكر أول ما يرد علي باسم مؤنس أعرف على طول أن أنا محتاجة تأنيس يبى أنا ماينفعش أقول الشرحة المعلمة الدرسة أقول شرحت ماينفعش ماينفعش أقول رقبة الفتاة الحافلة لأن الفتاة مذكر وليس مؤنس يبى لو كان الفاعل عندي مذكر لا تدخل عليه تأنيس تاق التأنيس تدخل على الفعل الماضي وتكون ساكنة شرحت، رقبت، أكلت، قتفت دي أول جزء عندي اتكلمنا عن الفعل الماضي تاق التأنيس بتيجي في إيه تاني؟ بتيجي في الفعل المضارع مين يقولي أو يعرفني إيه هو الفعل المضارع؟ هو الفعل يحدث الآن ولم ينتهي هو ما دل على وقوع حدث في زمن التكلم في الحاضر، لسه مستمر، يذاكر، يأكل، يشرب، ينام، يشرح كل دي أفعال مضارع زي ما عرفنا برضو أن الفعل المضارع يروحه أنايتو الألف والنون والياء والتاء طيب، تاء التأنيس عرفنا أن تاء التأنيس بتدخل على الفعل الماضي في آخره وتدخل على الفعل الماضي لو الفاعل عندي مؤنس طيب، بتدخل على الفعل المضارع إمتى بقى؟ تدخل على الفعل المضارع إيه؟ إذا كان الفعل المضارع مؤنس فأوله الله ينور، ولو كان الفاعل مؤنس تشرح المعلمة الدرس هو أنا ينفع أقول تشرح المعلمة الدرس؟ لأ لأن المعلم ده الفاعل والفاعل هنا مذكر أما المعلمة فاعل والفاعل هنا مؤنس تشرب الطفل الحليب يبقى تاء التأنيس تأتي في أول الفاعل المضارع لو كان الفاعل مؤنس وتأتي في آخر الفاعل الماضي لو كان الفاعل مؤنس يشرح المعلمة الدرس دي مذكر وليست مؤنس ما ينفعش أحط هنا التاء يشرب الطفل الحليب مذكر، مش مؤنس، ما ينفعش أحط التاء يبقى تاء التأنيس مع الفاعل المضارع تدخل على الفاعل لو كان مؤنس أما إذا كان الفاعل مذكراً لا تدخل عليه تاء التأنيس تاء التأنيس بتأتي في الفاعل الماضي والمضارع ينفع أتكلم عليها في الفاعل الأمر؟ لا ما ينفعش أتكلم عليها في الفاعل الأمر فعل الأمر عندي لازم أتكلم هنا عن يا المخاطبة وفعل الأمر أنا بأمر من الشخص اللي قدامي طلب معين هو ما دل على حدث مطلوب أو طلب حدوث الفعل احفظ، العب، ذاكر، نم، اشرب، كل كل دي أفعال مضارقة أنا أصفى أفعال الأمر طيب إمتى بتدخل يا المخاطبة في الفعل الأمر لما يكون الفعل عندي بيكلم مؤنس لما يكون الفعل دل على المفرد المؤنس يا سلمة اسقي الزرع اسقي الزرع من فاش أقول يا سلمة اسق الزرع أنا ما بكلمش ولد ما بكلمش مذكر أنا بكلم بنوتة مؤنس سلمة اسقي يا المخاطبة تأتي مع المؤنس فقط يا مريم اعتني بالزرع فما ينفعش أقول يا محمد اشرب العصير لا محمد مذكر يبقى يا المخاطبة متنفعش تيجي مع المذكر يا يوسف اخسل أسنانك ما ينفعش أحط هنا يا المخاطبة يبقى لو كان الخطاب للمفرد المذكر لا تدخل عليه يا المخاطبة يا المخاطبة يا محمد بتيجي لما يكون بتكلم على المفرد المؤنس تمام كده عمر؟ تمام تمام بتدخل على الفعل الماضي في أوله أنا أصفة في آخره وبتدخل على الفعل المضارع في أوله وعرفنا أن فعل الأمر بتكلم على يا المخاطبة أعايز أتكلم عن حاجة تانية وهي مطبكة الفعل تفكيرا وتأنيسا مع الفعل سواء كان في الفعل المضارع أو الفعل الماضي أولا أنا عندي حكاية بسيطة كده هي حكاية الفعل مع الفعل ودي بتحصل عندي في شارع اسمه شارع الجملة الفعلية طيب إيه الحكاية ما بين الفعل والفاعل؟ الفعل والفاعل في بينهم تفاهم كبير قوي والفاعل قال للفاعل لو أنت مذكر أنا كمان هبقى مذكر والفاعل قال للفاعل لو أنت مؤنس أنا كمان هبقى مؤنس يعني أنا بقلدك في كل حاجة عشان كده اسمها مطابقة كلمة مطابقة يعني أنا زيك أنت لو مذكر أنا كمان هبقى مذكر أنت لو مؤنس أنا كمان هبقى مؤنس طيما تيجي نشوف هي إزاي بتيجي في الفعل المدارع وبتيجي إزاي في الفعل الأمر أولاً الفعل المدارع بييجي في أول الجملة دايماً وده اللي أنت تلغبطوا فيها في الواجب لازم الفعل في أول الجملة يكون في حالة الإفراد يعني في حالة الإفراد من يقوله؟ ياسين يعني في حالة الإفراد يعني الفعل يكون في حالة إفراد يعني صوتك بيقطع ياسين طب عمر أو محمد حد يعرف يعني في حالة الإفراد الفعل مو إفراد يعني ولا ألا جميل الفعل المدارع أي فعل الفعل المدارع في أول الجملة لازم يكون في حالة الإفراد يعني في حالة الإفراد يعني مفرد في قادة لازم تعرفوها الفعل لا يسنى ولا يجمع الفعل لا يسنى ولا يجمع سواء كان الفاعل عندي مفرد أو مصنى أو جمع يبقى في حالة الإفراد وفي حالة التسنية وفي حالة الجمع يشرح المعلم الدرس دي مذكر والفعل فعل مدارة وفي بداية الجملة ويشرح مفرد تلعب الطفلة بالدمية الجملة جملة مؤنسة وتلعب تدل على المؤنس وتدل على فعل مدارة وفي بداية الجملة ومفرد طيب في حالة التسنية عمر تعرف تثنيها تثني لي كده المذكر يشرح على المعلمان الدرس طيب يشرح المعلمان الدرس ليه ما قلتس يشرحان المعلمان الدرس ينفع لا ما ينفعش عشان كده في بداية الجملة الفعل لازم يكون مفرد ما ينفعش لان انا شفت في الواجب الكلام ده ما فيش حاجة اسمها يشرحان المعلمان الدرس يشرح المعلم الدرس يبقى الفعل في بداية الجملة لا يسنى ولا يجمع الفعل في بداية الجملة لا يسنى ولا يجمع زي تلعب الطفلة بالدمية أنا لو سنتها تلعب الطفلتان بالدمية عمر خليها لي جمع عمر خليلي يشرح المعلم الدرس خليها لي جمع يلعب الأطفال بالدمية لا أنا عايزة المذكر يشرح المعلم الدرس هتهيلي في حالة الجمع يشرحون أنا لسه أيلة الفعل لا يفنح ولا يزنى يشرح المعلمون الدرس ما فيش حاجة اسمها يشرحون أنا ما بجمعش الفعل الفعل لا يجمع ولا يسنى طيب ياسين هتلي الجمع من تلعب الطفلة بالدمية هتبقى الجمع مؤنس سالم هتقولها إزاي هنجمعها إزاي جمع مؤنس سالم مين يعرف يا شباب أنا عمس بتلعب الأطفال باللعبة تلعب الأطفال بس الأطفال دي مذكر أنا عيزاها مؤنس تلعب الطفلات بالدمية شكراً تلعب الطفلات بالدمية أنا عيزاها جمع مؤنس سالم آخرها ألف وتاء أما الأطفال مفردها طفل ده كده جمع مذكر يبقى أول حاجة أساسي الفعل لا يجمع ولا يسنى ما ينفعش أقول لما آجي مثلاً يشرح المعلم الدرس ويقول لك مثلاً خليها مصنة تقول لي يشرحان المعلمان الدرس ما فيش حاجة كده اسمها يشرح المعلمان الدرس طب يا ميس هو أنا إمتى بسنيها تعالوا كده في تاني حاجة بصوا في تاني حاجة تقول لنا إيه لو الفعل المضارع وقع بعد المبتدأ من حقك تثنيها وتجمعها الفعل المضارع لو جي بعد المبتدأ من حقك أن أنت تسني وتجمع في حالة الإفراد والتسنيها والجمع المعلم يشرح الدرس برضو والطفلة تلعب بالدمية أنا عايزة أسنيها هقول المعلمان يشرحان الدرس طب يا ميس أنت ليه هنا سنيت الفعل مش أنت لسه قيلة أن الفعل لا يثنى ولا يجمع أنا سنيت الفعل هنا علشان الفعل جاي بعد المبتدأ الفعل مش جاي في أول الجملة الفعل لما يكون في أول الجملة ما ينفعش أسنيه وما ينفعش أجمعه بس ده جاي ومش المعلم ده مبتدأ ووراه فعل لما يبقى ووراه فعل أنا من حقي إن أنا أسني وأجمع زي الطفلة تلعب بالدمية أنا عايزة أسنيها هتبقى الطفلتان تلعبان بالدمية عمر هتهيلي في حالة الجمع اللي هي المعلم يشرح الدرس هتجمعها المعلمون يشرحون الدرس المعلمون يشرحون الدرس محمد الطفلة تلعب بالدمية هتهيلي في حالة الجمع طفلات يلعبونا بالدمية ركز ثاني احنا هنحل على ده كتير دلوقتي الطفلات تلعبونا بالدمية الطفلاته تلعبنا بالدمية ليه حطيت هنا نون ليه قلت تلعبنا حد يعرف النون تدل على المثنى انا هنا بكلم بنوتة بكلم طفلة مش بكلم ولد ما ينفعش احطها هنا في لما تكون مذكر بحطها لما تكون مؤنس فقط واخدناها في الجدول اللي احنا اخدناها قبل كده يبقى في الجامع المؤنس الطفلاته زي ما انت قلت جامع مؤنس سالم تلعبنا بالدمية يبقى الفعل المدارع بييجي في اول الجملة مفرد ما فيش حد يقول لي فعل مدارع في اول الجملة مصنع او جمع غلط فعل مدارع اول الجملة مفرد عندي بقى ممكن يجي للفعل مفرد او مصنع او جمع يجي براحته بس الفعل عندي مفرد اتنين الفعل المدارع بعد المبتدأ غير فيه زي ما انت عايز يعني اغير فيه زي ما انا عايز يعني لو طالب مني مصنع هخليه مصنع لو طالب مني جمع هخليه جمع لو مصنع بزود له الف ونون لو جمع بزود له وي ونون ده بعد المبتدأ اما في اول الجملة ما ينفعش ازود فيه اي حاجة ده بالنسبة لمطبقة الفعل والفاعل مع الفعل المدارع حد عنده اي سؤال في النقطة دي؟ عمر ومحمد عصين حد عنده سؤال؟ لا مش تمام شكرا تمام طيب فيه نقطة لازم نخلي بالنا منها لما يطلب منك تحويل الجملة الاسمية لجملة فعلية يلزم الافراد وعرفنا ان كلمة يلزم الافراد يعني الفعل هي يبقى مفرد مهما كانت صورة الفاعل اللي قدامي مفرد او مسنع او جمع المهندسون يصممون البناء من الشطر يحلها؟ يصمم المهندسون البناء يصمم المهندسون البناء انا عملت ايه هنا؟ هو انا عملت عملية مقص بصوا كده انا عملت هنا عملية مقص اهي اول ما يقول لي تحويل على طول افتكر المقص هعمل عملية مقص هتبقى يل فيه حاجة اسمها يصممون المهندسون البناء؟ لأ الميس قالت ان ما ينفعش الفعل ييجي جمعة او تسنية فانا هشيل الواب والنون اللي هي الزيادة وهنزل يصمم زي ما هي والمهندسون تنزل زي ما هي بدون اي تغيير يصمم ده فعل مدارع مرفوع علامة رفعه الضمة والمهندسون فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم تمام كده؟ طيب دي نقطة لازم نخلي بالنا منها علشان دي اسئلتها كتير اوي اللي هتكلم عليه بعد كده الفعل الماضي الفعل الماضي برضو في حالتين لو جي في اول الجملة بيجي في حالة الافراد هو هو الفعل المدارع في التلات حالات زرع الفلاح الحق وقرأت البنت القصة يلا بينا ياسين سني لي زرع الفلاح الحق الجملة جملة مذكر هتهالي مسنة ايه؟ زرع الفلاح الحق سني الجملة زرع الفلاحان الحق زرع الفلاحان الحق طيب ياسين تكمل هتهالي هتلي قرأة البنت القصة هتهالي في حالة التسنيع يعني مسنة ايوة قرأت البنتان القصة قرأت البنتان القصة محمد في حالة الجمعة هتلي زرع الفلاح الحق زرع الفلاحون الحق زرع الفلاحون الحق عمر قرأت البنت القصة اجمع حالي جمع مؤنة سالم قرأت البنات القصص قرأت البنات والقصة ليه قلت القصص سؤالة مش أنا عايزة لا عادي أنا بسألك عادي إحنا بنتناقش حدش يقول آسف من حقكم تعرفوا كل حاجة وأنا كمان عايزة عرف أنتوا ليه بتقولوا كده قرأت البنات والقصة مينفعش أقول لك قصص لأن ده اسمه المفعول به إحنا هنغدوه بينزل زي ما هو أنا بجمع بس البنات قرأت البنت بسنيها أو بجمعها مش أكتر تمام كده تاني حاجة هتكلم عليها تاني حاجة هتكلم عليها يبهنا عرفنا أول حاجة أن الفعل الماضي في أول الجملة بيجي مفرد هو هو الفعل المدارع طب تاني حاجة الفعل الماضي هو هو الفعل المدارع بعد بيجي بعد المبتدأ بزود فيه للألف والنون أو الوا والنون من حقي أسنيه أو أجمعه في الثلاث حالات برضو مفرد نصنع وجمع الفلاح زرع الحق والبت وقرأت القصة تمام محمد هتهالي في حالة التسنية الفلاح زرع الحق هي على فكرة جملة جملة اسمية التسنية الفلاحان زرع زرع الحق الفلاحان زرع الحق جميل شايفين الالف اللي بعد العين دي دي بتيجي مع المثنى تكلمنا عليها برضو الفلاحان زرع الحق مش زرع لا هو لو زرع من غير حاجة كده مفرد زرع الحقل الالف دي اسمه الافنين الاف الاثنين دي بتيجي مع المثنى طيب عمر تعرف تقولي البت قرأته القصة مثنى البنتان قرأته القصة البنتان قرأته القصة ياسين هتلي الفلاحة زرع الحقل في حالة الجامعة الفلاح فلاح ايه عيزة في حالة الجامعة يعني هتجمحها جامعة مذكر ثاني الفلاح زرع الحقل الفلاحون زرع الحقل الفلاحون زرع الحقل شكرا ياسين محمد البنت قرأته القصة هتهيلي جامعة منات ايه فكروا فيها كده كويس هتقول قرأته ازاي جامعة قرأنا القصة البنات قرأنا القصة الله ينور عليك شطور يبقى الفعل المادي في اول الجملة مفرد سواء كان الفاعل مفرد او مثنى او جمع الفعل المادي بعد المبتدأ من حق اننا اغير في الفاعل بمعنى اننا اقول او اسفل اننا اغير في الفاعل سواء كان مثنى او جمع هو هو نفس تطبيق الفعل المضارع اللي احنا لسه واغدينه طيب انا عايز احل عليه كتير جدا لان انا عارفة ان فيه لغبطة شوية في الجزئية دي فيلا بينا انا جايبة شوية اسلاح الوقوي اكمل بفاعل مطابق للفعل يعني هنبص للفعل نقول له انت مذكر ولا مؤنس وهنقلدك يلا بينا هبدأ بياسين دخلت نقط المرمى اه دخلت المرمى اه اه ياسين اقول لي هي دخلت مذكر ولا مؤنس مسنه مسكر او مؤنس 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 جميل يعني الفاعل المفروض اللي هتجيبه هيبقى مؤنس صح كده صح جميل هتلبه فاعل مؤنس دخلت نقط المرمى القرى القرى دخلت القرى المرمى عمر استيقظ نقط صباحا استيقظ العلد صباحا جميل او التلميذ صباحا بصوا شباب لما نجي نجاود قبل ما تجاوبوا قولولي ميز الفاعل هنا مذكر او الفاعل مؤنس فلازم اجيب الفاعل كده تمام محمد تناولت نقط الدواء البنت لان الفاعل عندي او المريضة لان الفاعل عندي مؤنس ياسين ساعة ده نقط الضعيف ساعة الركن او القوي الضعيف انا عندي ساعد هنا مذكر عمر نجحت نقط في الامتحان لان نجحت هنا تدل على مؤنس محمد يحب نقط الصادقين المسلمين الصادقين او يحب الله الصادقين جميل ياسين تشرب نقط العصير هي تشرب دي مذكر ولا مؤنس ياسين تشرب مذكر تشرب ببنت العصير تشرب البنت العصير جميل او الطفل العصير عمر يعمل نقط في المصنع يعمل العامل في المصنع يعمل العامل في المصنع محمد تلبس نقط الفستان او الفتاة الفستان جميل ياسين تضيق نقط الشوارع ياسين رقم عشرة تضيق العنوار الشوارع او المصابيح الشوارع كلكم افتحوا المايكوات محدش يقف حول الجمل الآتية من المذكر للمؤنس والعكس يعني لو لقيت الجملة مذكر خليها مؤنس ولو لقيتها مؤنس خليها مذكر انا هحل اول واحد عالجة الطبيبة المرضى او عالجة الطبيبة المرضى دي جملة مؤنس فانا عايزها مذكر هعمل ايه هشيل التاء تأنيس في عالجة فهتبقى عالج والطبيبة من المذكر بتاعها الطبيب هتبقى عالج الطبيب المرضى عمر يقرأ الطفلة القصة تقرأ تقرأ تفقل طفلة القصة جميل محمد استيقظ التلميذة من نومه مبكرا استيقظت التلميذة من نومها مبكرا استيقظت التلميذة من نومها مبكرا ياسين تذهب التلميذة الى المدرسة انا هنا عايزها مذكر يذهب التلميذة الى المدرسة يذهب التلميذة الى المدرسة عمر ذاكر الطفل الدرس ذاكرت الطفلة الدرس ذاكرة الطفلة الدرس محمد شعرت مونة بالنشاط شع اتغير اتغير لي اسم مونة حط اللي انت عايزه شعر احمد بالنشاط شعر احمد بالنشاط ياسين لبست الفتاة في يا ابوها خلها لي مذكرة يلبس الفتاة قل تاني كده يا سين يلبس الفتاة سيها به الله ينور عليك هنقول لبس الفتاة في يا ابوه اكمل بفعل مناسب سواء كان مدارة او امر او فعل ماضي عمر نقط التلميذ الدرس يكتب تلميذ الدرس او ذاكرة تلميذ الدرس محمد يا بسمة نقط دروسك ذاكري ذاكري او اكتبي دروس ياسين نقط الامطار شتاء او تسقط الامطار شتاء او تسقط الامطار شتاء عمر الطفل الطعام تأكل الطفل الطعام تأكل الطفل الطعام محمد السائحة الاهرامات او تدور السائحة الاهرامات ياسين الطفل العصير اه رقم ستة نقط الطفل العصير الطفلة الطفل مش الطفلة يشرب الطفل العصير يشرب او شرب الطفل العصير جميل اه عمر اللاعبة هدفا تسدد اللاعبة هدفا او احرزت اللاعبة هدفا محمد التلميذ الامتحان هلت التلميذ الامتحان او رجعت التلميذ الامتحان ياسين الطبيبة المرضى يعالج الطبيب المرضى يعالج ولا تعالج يعالج تعالج لأن الطبيب هنا مؤنس جميل عمر يا جندي نقط عن الوطن يا جندي دافع عن الوطن دافع عن الوطن يبقى أنا بجيب الفاعلة لحسب الفاعل الفاعل مؤنس الفاعل مؤنس الفاعل مذكر الفاعل مذكر أكمل بالمطلوب على حسب ما هو طالب إحنا هنحل يلا بنا هبدأ بمحمد الحارسان نقط يحفروثان هو يعملان مبكرا جميل عمر اللاعب هدفا هتفعل مودي يحرز اللاعب هدفا مودي يحرز أحرف اللاعب هدفا جميل جسيل يزرع نقط الحق هتفعل مفرد الفلاح يسرع الحق يزرع الفلاح الحق محمد يدافع نقط عن وطنهم فاعل مناسب على حسن ما انت عايز الجنود الجنود عمر تعايد النقط هدفاعل يكون مصنع تعايد الفريقون الفريقون يسين انشد نقط هدفاعل جمع مذكر سالم انشأ وطن قول تاني كده يا سين انشأت لا مش انشأت هي انشد يعني كأنه يغني انشد انشد جمع تكسير محمد يا مونة نقط غرفتك نظفي نظفي او لتبي غرفتك عمر صنع نقط كرسيا صنع النجار كرسيا صنع النجار كرسيا اخر حاجة عندنا عايزي نحول الجملة الفعلية الى جملة اسمية والعكس يعني لو فعلية اسمية ولو اسمية فعلية يسين تشرح المعلمتين الدرس قولي هتعمل ايه وقولي الجملة نوحة ايه ايه نوع الجملة اللي قدامك ايه فعلية ولا اسمية فعلية فعلية خليها لي اسمية هتعملها ازاي اسمية يا سين المعلم 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 اعمل لي عملية مقص اعمل لي عملية مقص اعمر تعرف المعلمتين تشرح الدرس المعلمتين تشرح الدرس مثل تشرحان الدرس ولا تشرحان الدرس تشرحان الدرس هي هنا مصنع تشرحان دي حاجة تانية هاجب لك جملة ليها يا عمر محمد يا محمد حاضر بصي يا سين انا لما اجي احول الجملة اولا انا عندي الجملة انت اقولتلي دي الجملة جملة فعلية تشرح المعلمتين الدرس فأنا عايزة أخليها اسمية فهعمل عملية المقص هي المعلمتين هي اللي هتنزل الأول لأنها هتبقى مبتدأ طب والفعل الفعل هعمل في إيه إحنا قلنا لإما بنسنيه أو بنجمعه على حسب ما هو طالب مني فهنا المعلمتين مثنى وليست جمع فهخليها مثنى لأن المعلمتين عندي هنا مبتدأ وإحنا قلنا أن الفعل الماضي أو الفعل المدارع لما يبقى مثنى أو جمع لازم الفاعل يبقى تبك الأصل منه وده إحنا عرفناه من شوية هتبقى المعلمتين تشرحان الدرس زي ما عندي تاني جملة خليني أنا أحلها يستيقظ التلاميذ مبكرا أنا عايزة أولا هي جملة فعلية عايزة أخليها جملة اسمية يبقى التلاميذ يستيقظون مبكرا طب ليه أنا قلت يستيقظون لأن التلاميذ نحجمع والجمع هنا جمع تكسير فهنا يستيقظون مبكرا خلتها جمع وليست مثنى تمام كده؟ عمر شرح المعلمان الدرس خليها لي جملة اسمية المعلمان شرحان الدرس المعلمان شرحان الدرس ولا شرحا الدرس؟ شرحا عايزين نرجع للجدول تاني؟ حابين نرجع للجدول تاني؟ طيب قبل ما نبدأ الجدول بتاع الأفعال كلها هنرجع عليه من أول وجديد اتفقنا؟ عشان كده أنا حبيت اللي أنا حلي معكم أسئلة كتير منها لأن الأسئلة هنا مهمة قوي بالذات في تحويل الجملة الإسمية لجملة فعلية محمد الشجرة أثمرت سمارة ناضجا أولا دي جملة إسمية خليها لي فعلية سمارة الشجرة سمارة ناضجا جميل ياسين يطقن العامل عمله اعمل عملية مقص وخليها لي جملة إسمية ياسين ياسين سمعني ايو يالله ياسين رقم خمسة يطقن العامل عمله خليها لي جملة إسمية العاملان التكانة عملهم ليه سنتها ايو مش مصنة ده هي مفرج العامل يطقن عمله عمر يدافع الجنود عن الوطن الجنود يدافعون عن الوطن طيب فيه اي حاجة صعبة بالنسبة لجزء المطابقة بين الفعل والفاعل شباب فيه حد عنده اي سؤال لا مش تماما عمر ومحمد وياسين حد عنده اي سؤال قبل ما ابدأ في جزء الاملة لا مش شكرا تماما انا عارفة ان فيه لغباتة شوية بالنسبة للجدول ان انت بتيجي تحط امتى حط امتى الف الاسنين وحط امتى واو الجماعة يعني امتى شرحوا وامتى شرح الكلام ده الجدول انا عايزكم تذكروا كويس وانا هنبدأ الحصة الجاية انا هبدأ اول حاجة هبدأ بيها ان شاء الله الجدول ده تاني هنرجعون مع بعض مع اسئلة برضو زي ما حلينا دلوقتي فدلوقتي عايزين ناخدو جزء الاملة بتاعنا وهو بتكلم عن علامات الترقيم علامات الترقيم من الدروس المهمة جدا 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 عندي سواء كانت في الاملة او في موضوع التعبير مفيش موضوع تعبير بيخلى من علامات الترقيم ده اساسي دي حاجة اساسية عندي هي علامات الترقيم يعني ايه علامات الترقيم علامات الترقيم هي علامات او رموز بتوضع في وسط الكلام او في نهاية الكلام دلوقتي احنا هنعرف امتى بتوضع في الوسط وامتى بتوضع في نهاية الكلام انا عندي من علامات الترقيم كتير جدا بس انتو عليكم ستة اساسي الستة اساسي دولت مهمين جدا لازم تعرفوهم الفصلة قول انتم مش شايفين الشاشة قدامكم لا اميش طب سويني حضر